السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي ابطال الصف السادس الابتدائي يلا بينا النهاردة ندخل مع بعض في الدرس التالت بالوحدة الستة وهو درس تمثيل البيانات بالمدرج التكلاري لو نفتكر مع بعض كده سنة ستة كنا نتكلمنا مع بعض في الدرس اللي فات الدرس التاني عن استكشاف المدرج التكلاري وفهمناه مع بعض وعرفنا خصائصه ايه وعرفنا شكله ايه وعرفنا مواصفاته كلها ايه تمام كده تعالوا بقى النهاردة نتعلم مع بعض ازاي بقى نمثل بيانات ونمثلها على المدرج التكلاري ده يلا بينا نشوف الدرس بيقول لنا ايه عندنا هنا السؤال اللي عندنا بيقول لنا روما احد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بقياس اطوال مجموعة من الاشرار في منطرته وعددها 29 شررة يبقى اول حاجة في حد من طلاب الصف السادس الابتدائي راح اس مجموعة من الاشرار اللي موجودة في المنطقة اللي هو عيش فيها وعددهم كم شررة 29 وقام بعرض هذه الكياسات في جدول التكرار الاتي تمام يبقى هو عمل ايه هو راح اس اطوال الاشرار وعمق بيها جدول يبقى اول حاجة هنا عطاه لنا اطوال الاشرار بالسنتيمتر وهنا عدد الاشرار يعني عندنا هنا عدد الاشرار اللي طولها 127 سنتي اتنين شررة طب عدد الاشرار اللي طولها 132 سنتي تلاتة اللي طولها 135 سنتي واحدة اللي طولها 138 واحدة اللي طولها 141 واحدة وهكذا اهو يبقى هو هنا عطيني ايه كل الاطوال دي بايه بالايه بالعدد بتاعها طيب تعالوا هنا مع بعض ندخل في الاسئلة على طول وهنستخدم دلوقتي الجدول ده في الحل فبلاش نقرار دلوقتي كله خلينا لان احنا كده كده هنستخدمه و احنا بنحل تعالوا نشوف بقى ايه سنستة مع بعض احنا ازاي ممكن نمسك الجدول دي ونمثل بيها البيانات دي على المدرج التكراري فتعالوا كده نشوف عندنا هنا بيقولنا بقى في السؤال ده مثل هذه البيانات باستخدام المدرج التكراري باختيار مقياس مناسب لتلك البيانات يبقى احنا عندنا هنا ايه عايزين نمثل البيانات دي باستخدام المدرج التكراري من احنا نختار مقياس مناسب للايه لتلك البيانات مش احنا خدنا المرة اللي فاتت وتكلمنا عن المقياس وتكلمنا عن الفترات اللي انا ممكن نمثل بيها البيانات على المدرج التكلاري فالكلام ده اللي احنا هنطبقه المهاردة اول حاجة عندنا هنا يا سنة ستة يبقى احنا عندنا خطوات حل خلي بالك السؤال ده مهم جدا يبقى احنا عندنا هنا ايه فيه خطوات حل للمسألة دي عشان نمثل البيانات على المدرج التكلاري اول خطوة لازم تروح تعملها ان انت هتروح تجيب حاجة اسمها المدى اسمها ايه سنة ستة المدى طب ايه المدى دا يمس هدير بص ركز معي كده المدى دا هو عبارة بص كلمة المدى عموما يعني يعني من اللي في تمام يعني المدى مثلا بتاع الورقة اللي قدامنا دي من اول هنا لحد هنا تمام كده فده معنا المدى فالمدى في اطول الاشجار هنا يعني احنا عايزين نعرف هو اطول الاشجار من اللي فين يعني فين اصغر شررة طولها ايه? واقبر شررة طولها ايه? فبالتالي المدى دا هيبقى عبارة عن ايه? المدى دا هو يعني القانون بتاعه كده ولازم تحفظها المدى هو اقبر قيمة ناقص اصغر قيمة. تمام كده? يبقى عندي المدى عبارة عن ايه? عن اقبر قيمة ناقص اصغر قيمة. طيب. طب ما تبقى نشوف مع بعض كده من الجدول اللي هو عطاهولي بقى? ايه هي اصغر قيمة في اطول الاشجار? هندطر ان احنا نرجع للجدول تاني خلي بالك احنا هنبقى شغالين في الورقة دي. وكل شوية هنبدأ نرجع ايه? للورقة الاولى عشان نشوف منها البيانات. تمام كده? فاحنا عايزين دلوقتي نعرف ايه? اصغر قيمة في اطول الاشجار. عندنا هنا نرجع تاني للجدول بتاعنا. فين اصغر قيمة هنا بقى يا سنة ستة? معانا هنا اصغر قيمة ايه? اللي هي المية سبعة وعشرين. معايا كده? يبقى اصغر طول عندنا اللي هو بدأ بيه اهو مية سبعة وعشرين. طيب فين اكبر قيمة? اكبر قيمة بقى يا سنة ستة اللي هو انتهى بها هنا اهو اللي هي مية ستة وستين. يبقى انت ما بتروحش تدور كتير. لا ده هم رتب هم لك هو اصغر واحدة هي? واكبر واحدة اللي هي اخر واحدة هنا. يبقى عندنا اصغر قيمة هنا مية سبعة وعشرين. واكبر قيمة مية ستة وستين. اهو.. يلا viنا. يبقى اصغر قيمة في اطوال الاشغار هي مية سبعة وعشرين سنتيمتر. طيب. اكبر قيمة في اطوال الاشغار. قلنا كانت ايه? مية ستة وستين سنتيمتر. طب انا دلوقتي بقى عايز نجيب المدى. احنا قلنا ان المدى هو اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. يبقى انا هنقول له هنا المدى يساوي هنترح بقى هو اكبر قيمة اللي هي مية ستة وستين ناقص اصغر قيمة اللي هي مية سبعة وايه وعشرين. يلا نطرح طبعا ستة ناقص سبعة مش هتنفع. هتبقى دي خمسة ودي ستاشر. ستاشر ناقص سبعة كام? ستاشر ناقص سبعة? تسعة. عندي بعد كده خمسة ناقص اتنين تلاتة. وعندي طبعا واحد ناقص واحد صفر عشان ما الملوش قيمة. يبقى المدى عندي هنا تسعة وتلاتين. المدى هنا كام? تسعة وتلاتين. خلي بالك من الرقم ده عشان الرقم ده مهم. يعني تقريبا كده كام? تقريبا كده اربعين. تمام كده? يبقى المدى ده بالتقريب كده كام? اربعين. طيب يبقى احنا فهمنا اول خطوة ان احنا بروح نجيب المدى. طيب تاني خطوة بقى سنة ستة. تاني بقى خطوة هلروح نجيب المقياس المناسب. المقياس الايه? المناسب. عن طريق بقى ايه المقياس المناسب ده? عن طريق ايجاد عدد الفترات. يبقى انا دلوقتي عشان نروح نمثل البيانات بالمدرج التكراري عايزة نحدد الفترات. الفترات اللي هي ايه? اللي هي الاطوال من ايه? ومن ايه? ومن ايه? ومن ايه? وهكزا. طب انا عايزة نعرف يعني هما هيبقوا كم مجموعة في الاخر عشان نعرف نمثلهم. هي دي بقى تاني خطوة اللي انا بنكلم فيها اللي هي اسمها المرقياس المناسب بنعمل ايه عشان نجيب المرقياس المناسب ده سنة ستة بنروح نقسم المدى خلي بالك المدى اللي انا طلقته ده مهم بنروح نقسمه الى عدة اجزاء متساوية مناسبة للمضرر التكراري المطلوب رسمه يعني الكلام ده برضو ايه يعني انا عايزة نروح نجيب عدد الفترات اللي انا هنرسمها عشان نبين عدد الاعمدة على المضرر طيب هنعمل ايه برضو هنا يمسها دير بص معايا احنا قلنا ان المدى هنا تقريبا بكام تقريبا باربعين طيب بص معايا الاعداد المناسبة للاربعين ان انا نقسم الاربعين عليها ايه هي هي طبعا من عوامل الاربعين يبقى انا ممكن مثلا نقسم هنا اربعين على خمسة تمام كده يبقى فيها التمانية يبقى عندي عدد الفترات هيبقى تمان فترات وممكن نقسم الاربعين على ايه الاربعين على تمانية ممكن يبقى فيها ساعتها الخمسة يبقى أننا كده هنحف محترى لخمس فترات بس وممكن ناسمه الاربعين على عشر يبقى فيها اربعة يبقى أنه ساعتها نحف محترى لأربع فترات بس طيب يبقى أننا دلوقتي سانست هن últimaحل رئيب عدد الفترات بينانا ناسم المدى اللي هو الاربعين على المدى الواحد للمجموعة اللي هما تمانية تمام كده يبقى إحنا نقول هنا ايه معانا هنا اربعين على تمانية هيسوي ايه هيسوي خمسة يبقى احنا دلوقتي هنشتغل على كم فترة على خمس فترات طيب تعالوا بقى نوضح مع بعض الفترة الاولى دي هتبقى منين لفين بصوا ركيزوا معايا احنا قلنا هنا ان مدى المجموعة الوحدة هيبقى كام هيبقى تمانية يبقى انا عندي هنا البداية عندي من مية سبعة وعشرين يبقى الفترة الاولى هتبقى من مية سبعة وعشرين لحد مين هنزود بقى تمانية على مية سبعة وعشرين فلما نزود علىها تمانية هتبقى كام هتبقى مية турبع وتلاتين تمام يبقى لما نزود تمانية على مية سبعة وعشرين هيطلع لمية أربعة وتلاتين طيب حلو الفترة التانية بقى خلي بالك ان انت في الفترة التانية لازم تشتغل على طول بعد دي مباشرة يعني احنا في المضرر التكليري مينفعش نسيف فلوات زي ما قلنا المرة اللي فاتت الفترات لازم تكون تربطها مع بعضها. يعني معي هنا مية اربعة وتلاتين نهايتها يبقى بدايتنا هنا على طول مية خمسة وتلاتين. يبقى بداية الفترة عندنا هنا مية خمسة وتلاتين. تمام كده? طيب نزود عليها تمان يبقى مية خمسة وتلاتين هتبقى الحد فين? هتبقى الحد مية اتنين واربعين. تمام? او يبقى من مية خمسة وتلاتين لمية اتنين واربعين. طب عندنا الفترة التالتة نبدأ على طول بعد المية اتنين واربعين هتبقى مية تلاتة واربعين. تبقى من مية تلاتة واربعين لحد كام? نزود تمانية على مية تلاتة واربعين هتبقى مية وخمسين. طيب عندنا بعد كده الفترة الرابعة. الفترة الرابعة هنبدأ فيها على طول من مية واحد وخمسين. لحد كام? معنا من مية واحد وخمسين لحد مية تمانية وخمسين. تمام كده? كل مرة بنزود تمانية. الفترة الخمسة بعد دي على طول. هتبقى مية تسعة وخمسين لحد كام بقى? لحد معنا مية ستة وستين. تمام كده يا سنة ستة? اهو. يبقى احنا كده حددنا ايه دلوقتي? حددنا عدد الفترات وما خمس فترات. وحددنا كل فترة من ايه اللي فيه. طيب دلوقتي بقى تدور هنا لحتة مهمة جدا. تالت خطوة معانا. ان احنا هروح نحسب تكرارات كل فترة. طيب يعني ايه تكرارات كل فترة? يعني عدد الاشرار اللي بيقع طولها مثلا في الفترة الاولى من مية سبعة وعشرين للمية ثورة. يبقى احنا هنحتاج دلوقتي يبقى احنا طبعا هنحتاج نرجع للجدول بتاعنا. اللي هو في المسألة. يبقى اول حاجة عندنا لما هروح نجيب دلوقتي من المية ثورة en سبعة وعشرين للمية ثورة وتلاتين. هنشوف عدد الاشرار هنا اللي هو التكرار ده كم شررة عندي? فانا عندي هنا سنساتة هشوف. لقيت هنا نهاية مية ثورة يبقى مية خمسة وتلاتين دي مش معانا. يبقى احنا هنوقف لحد هنا كده اهو. دي كده الفترة الاولى فهنجمع هنا التقرارات دي مع بعض. اتنين وتالتة هنا كام? اتنين وتلتة خمسة. يبقى معي هنا يا سنساتة تقرارات الفترة الاولى هي ايه? هي خمسة. يبقى التقرار هنا ايه? خمسة يعني خمس اشرار. اللي هم عدد الاشرار. تمام? طيب معي هنا قولنا ليه هنا? لان اتنين زいく تلاتة خمسة. طيب دلوقتي عايزة اروح نجيب تقرارات الفترة التانية. قلنا الفترة التانية من اللي فين من هنا عينك على طول على هنا معي هنا من 135 لحد 142 تعال معي للجدول تاني معي هنا هو من 135 ل 142 يعني 142 دي معي هنا كده تعال حسيب لي بقى الاعداد دي مع بعضها كده يبقى عندي هنا 1 2 3 و 2 يبقى كام يبقى 5 برضه يبقى عندنا هنا تقرارات الفترة التانية برضه هتبقى 5 عندنا هنا الفترة التالتة من مية تلاتة واربعين لإيه? لمية وخمسين. طيب تعالوا برضو نشوف الجادول بتاعنا من مية تلاتة واربعين لمية وخمسين. اهو معايا هنا من مية تلاتة واربعين لحد مية وخمسين فين. هنقف بقى عند المية تسعة واربعين ديت ليه. مش هينفع بقى نعدي للمية تنين وخمسين دي فترة تانية. طيب يبقى انا عندي هنا هنجمع بقى التقرارات اللي معي واحد واتنين تلاتة. ومعي هنا اتنين هيبقى خمسة. ومعي هنا اتنين هيبقى سبعة. يبقى معي هنا ايه? دي كده سبعة. اتفقنا? طيب. معي بقى تقرارات الفترة الرابعة. تقرارات الفترة الرابعة معنا ايه? منين لفين? معنا هنا من مية واحد وخمسين لمية تمانية وخمسين. تمام? من مية واحد وخمسين لمية تمانية وخمسين. تعال نشوف. اهو. فين المية واحد وخمسين. اهو معنا بدأتنا هنا مية اتنين وخمسين. قلنا لحد ايه? مية تمانية وخمسين. اهو دي كده الفترة الرابعة. تعال يلا نجمع التقرارات بتاعتها من هنا لحد هنا. يبقى معي كده تلاتة واتنين خمسة. واتنين سبعة وتلاتة عشرة. يبقى معي تقرارات الفترة الرابعة كام? عشرة. تمام? طيب تقرارات الفترة الخمسة برضو هنروح بقى نحسبها اللي هي من مية تسعة وخمسين لحد مية ستة وستين اللي هم اللي اتنين دول يعني معي هنا واحد وواحد هيبقى تقرارات الفترة الخمسة كام هنا اتنين بس. دلوقتي الحمد لله بقى وصلنا لايه? وصلنا لاخر مرحلة. وهي ان احنا بقى نروح نحط كل البيانات اللي معنا ديك في جدول كده صغير عشان يبقى قدامنا واحنا بنرسم المدرج الايه التقراري. يلا بينا نشوف. عندنا هنا بقى سنساتة هو ربع خطوة معنا هنحط الفترات والتقرارات اللي احنا حطناها في الجدول اللي قدامنا ده. هتعمل جدول بالشكل ده كده وهتقسمه الخنتين. ادي الفترات اللي هي اطوال الاشجار. وادي التقرارات اللي هي عدد الايه? الاشجار. عندنا هنا يلا بينا ايه? نمثل كل الكلام ده في الجدول عشان نعرف نرسمه. اول حرية عندنا قلنا من مية سبعة وعشرين لحد مية اربعة وتلاتين. اهو بالصورة دي كده انا بنقل ايه? بنقل اللي احنا عملنا مع بعض. ما بنعملش حرية جديدة دلوقتي. طيب عدد التقرارات بتاعت الفترة الاولى قلنا هنا خمسة. طيب اللي ايه? الفترة التانية. الفترة التانية قلنا من مية خمسة وتلاتين لحد ايه? لحد مية اتنين واربعين. بالصورة دي. عدد التقرارات بتاعتها هنا كام برضو خمسة. عندي بعد كده المجموعة اللي بعدها. من ايه? من مية تلاتة واربعين لحد مية وخمسين. تمام? اهو بالصورة دي كده. هتوبتيات ايه بقا هنا? هتبقى معي عدد التقرارات بتاعتها سبعة. عندي بعد كده المجموعة لبعضها من مية واحد وخمسين لمية تمانية وخمسين. بالصورة دي اتعدد التقرارات بتاعتها عشرة. عندي بعد كده من مية ايه? من مية تسعة وخمسين لحد مية ستة وستين. تمام? دي هنا عدد ايه تقرارات الفترة الخمسة هتبقى هنا اتنين. اخر خانة هنا عندي بنعمل فيها ايه? بنعمل فيها حالر اسمها المجموعة. المجموع هنا ده لازم يطلع كام لازم يطلع طبعا التسعة وعشرين اللي هو راح ايه اسطلهم الاول خمسة وخمسة عشرة عشرة وسبعة سبعتاشر سبعتاشر وعشرة سبعة وعشرين سبعة وعشرين واتنين تسعة وعشرين اخر خطوة معانا يا سنة ستة والحمد لله وصلنا بالسلامة لايه للمدرج التكلاري بتاعنا دي بقى اهم خطوة احنا بنعمل كل الكلام ده عشان نروح في النهاية نمثل الكلام ده على المدرج التكلاري فركز معايا كده بقى يا بطل وانت فعلا والله بطل ان انت ايه ان انت مستحمل لحد الاخر اللحظة دي معانا في الفيديو وان انت يعني مصمم تفهم الدرس فماشاء الله عليك يعني طيب يلا بينا ايه نشوف بقى هنا هنعمل ايه دلوقتي عندنا هنا هنرسم طبعا المحور الاسقي والمحور الرأسي المحور الاسقي هنا يا سنة ستة هنعمل فيه ايه هنعبر عن اطوال الاشجار بالسنتيمتر ده اللي هنوزع للفترات وعندي هنا المحور الرأسي ده اللي هيعبر عن التكرارات اللي هي عدد ايه عدد الاشجار طيب يلا بينا بالراحة كده نبدأ بقى دلوقتي نعمل ايه نوزع بقى دلوقتي الفترات اللي عندنا فهنبدأ كده من تاني ايه من تاني عمود عندنا كده بالظبط وهنوزع الفترات بس عشان المكان ديق هنا وما نلخبطش الدنيا هنحط لك الفترة ايه عمودية كده يعني هنا هكتب لك مثلا ان احنا عايزين هنا من مية سبعة وعشرين لحد كام لحد مية اربعة وثلاثين بالصورة دي طيب يبقى دي كده الايه دي كده الفترة الاولى الفترة التانية ورده تعالي على العمود التاني كده اهو هنبدأ ان احنا نوزعها كده هنقول بقى ديت من ايه من مية خمسة وتلاتين لحد مية اتنين واربعين بالصورة دي ونقفل كده الايه الكروس معايا هنا دي كده هتبقى من مية تلاتة واربعين لحد مية وخمسين عندنا اللي بعدها من مية واحد وخمسين لحد مية تمانية وخمسين عندنا اللي بعدها هتبقى من مية تسعة وخمسين لحد ايه لحد مية ستة وستين تمام دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نوزع هنا ايه نوزع هنا التقرارات بتاعتنا واحنا عارفين طبعا طول عمرنا واحنا بنشتغل ايه في الاعمدة دي بنعمل ايه بنوزع عدد التقرارات بطريقة متنصرة ومتساوية عندنا هنا ممكن نوزعها ازاي بقى سنستة بص ووزعها اللي بقى الايه بالوحاية كده عشان ايه نعرف نزبطها معانا هنا هندقى بصفر معانا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام كده يا بطل طيب يلا بينا بقى نبدأ ان احنا نظل للاعمدة اللي عندي على المدرج التقاري الفترة الاولى اللي عندنا دي عدد الاشرار هنا كام خمسة يبقى احنا محتاجين هنا نعمل ايه محتاجين ان احنا بقى هنا نظل لحد خمسة اهو بالصورة دي كده اهو من اول خمسة وانزل معايا بقى لحد ايه لحد تحت كده بالصورة دي تمام اهو طيب معايا هنا بعد كده من ايه الفترة التانية من مية خمسة وتلاتين مية اتنين واربعين برضو خمسة برضو هنظل لايه خمسة زيها كده بالزبط بالصورة دي كده انت ممكن بقى ايه تلون انت اضطر من كده وتبقى ايه يبقى هو العمود ايه مقفول كده ومزبوط معانا بعد كده من مية تلاتة واربعين مية وخمسين سبعة فاحنا محتاجين نظل لحد ايه سبعة اهو بالصورة دي خلي بالرد بقى كده في معلومة هنا مهمة انت ملاحظ انا بنعمل ايه دلوقتي انا ملزقة الايه الاعمدة في بعضها يعني معانا كده ايه ان انتهاء الفترة هو بداية الفترة اللي بعدها على طول عندنا هنا بعد كده من مية وخمسين عشرة يبقى احنا هنا هنطلع لحد ايه لحد العشرة هنا ون ايه ونظل كده بالصورة دي وننزل لحد ايه لحد تحت كده تمام كده سنة ستة تمام خالص اهو يلا معانا بعد كده اخر واحدة اللي هي من مية وخمسين اتنين يبقى احنا هنظل لحد اتنين بس بالصورة دي وبتده سنة ستة مكون احنا عملنا ايه مثلنا البيانات بالمدرر التكراري وطبعا ما ننساش هنا العنوان وهو اطوال الاشجار وبتده سنة ستة مكون احنا خلصنا درسنا النهاردة الحمد لله استنوا ان شاء الله بقى في الدروس الجاية عشان نكمل منهر الرياضيات مع بعض وكانت معكم مس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة